طبعا الرياضة هنا ده خبر بيهمنا جميعا منتخبنا منتخب مصر الأول النهاردة تم عقد طبعا يعني أول حاجة شفنا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا وروي عمل يعني مؤتمر صحفي وتكلم في المؤتمر ده عن الجهاز اللي حيعاونه في مشروعه حقيقة هو متحمس جدا وسعيد جدا أنه موجود مع المنتخب وده حيكون طبعا خلال تواجده منذ العقد بتاعه ما يبدأ لحد ما ينتهي في عام 2026 أبدأ بقى فيتوريا سعدته بتدريب منتخب مصر مشتيرا إلى أن مهمته صعبة أكيد وإحنا كمان بنقوله صعبة جدا وجدا بس إحنا خلينا نأمل بأنه إن شاء الله نقدر نحقق حاجة الصورة هي بتقولكو بتأكد على المؤتمر الصحفي بتاع فيتوريا وقال أنا جاي علشان أطور شكل منتخب مصر طب يا رب يعني نتمنى ده ونشوف فعلا شكل جديد وكرة جديدة وتكنيج جديد وتفكير جديد وتصبيت بشكل تاني وقال إيه نصا أنا جاي مش عشان أدرب محمد صلاح أنا جاي أصنع لمصر ميت محمد صلاح يا سلام كلام يعني سعدنا جميعا يعني طبعا نتمنى صلاح ده ابن مصر فخر العرب وقال كمان خلال المؤتمر أنا من نهاردة بقيت مصري زيكم إحنا عايزينك مصري في الملعب ده أكيد ولازم كمان كلنا نكون إيد واحدة علشان منتخب مصر من المنتظر بقى إنه فيتوريا يتواجد في مباراة القمة غدا بين الأهلي والزمالك ودي مباراة مهمة إن هو يبقى موجود لأنه عندنا عدد كبير من المنتخب موجود في الناديين وده حيكون في نهاية كأس مصر حيبقى موجود فيتوريا غدا في المباراة طبعا المؤتمر كان فيه كلمات كتيرة وفيه أمنيات وطاقة إيجابية والجميع الحقيقة محتاج الطاقة الإيجابية ومحتاج العمل خليني أعرف مزيد من التفاصيل النقد الرياضي أحمد الهواري مساء الخير يا أحمد ستشك تحياتي في حضرتك مساء كلها لحضرتك على حضرتك سريعا الانطباع الأول عن المؤتمر وعن فيتوريا طبعا النهاردة تم تقديم للمدير الفن البرتغاني الجديد وانتخبنا هو طبعا يعني كنت حضرت بقتمر رجل يتكلم كلام إجابي جدا طبعا في البداية المتساعل عن محمد صلاح وعن التواصل عن محمد صلاح أكد أنه هو تواصل بالفعل وفيه مكالمة حصلة فيه محمد صلاح لكن رفض أنه هو يكشف تتصليم المكالمة دي وفقا لما أعلمه يعني صادر داخل اتحاد الكورن مكالمة جاسة جارة محمد صلاح هو اللي أجرب اتصال بمحمد صلاح للتأكيد دي الراجل ما حدش نقول كلام عن محمد صلاح كان عيد بأيه قال لك أنا مشابش أتكلم على العيد بأيه لفيه التكامل وان شاء الله أقدر اليوم أصنع كمان لمحمد صلاح في الدين الراجل أكد على أنه هو فيه مشروع ودير رغبة المشتركة ما بين الاتحاد الكورة وما بين في الدين توريا أنه يكون فيه مشروع للكورة المكسورية وميش بس الحد عشرين وستة عشرين لقا الهدف أنه خلق جيد وصناعة جيد يقدر ينافس كمان مع المتحد مصر ويحقق بطولات لحد عشرين ستة عشرين ودي كانت الرغبة المشتركة في دوريا أكد أنه هو هتواصل مع كل المدربين الدور المصري وأكد أنه هو تواصل بالفعل مدربين بورتغاديين يعني يعني يشتعون هناك نصف قبل كده وإنه مجاله بيشتغل هناك نصف أكد أنه هو أقدر التواصل مع مثلنا التفاصل في القرى المصرية لقراضي فهو رجل جاي وعمل يعني سيبي متكامل على القرى المصرية لسلبيات الإيجابيات عشان يقدر يشتغل أنا شايفاه كمان مبتسم جدا سعيد ماسكي تي شيرت عليه عشرين ستة وعشرين ويعني عنده كده طاقة وحماس فنتمنى أنه الطاقة والحماس دي يعني تبقى موجودة بإذن الله وجوده غدا بقى ما بين في مباراة الكاس ما بين الأهلي والزمالك الوجود ده هو رايح بقى طبعا أكيد هو عنده سيديهات وبيتابع كل اللعيبة لكن هنا وجوده كمان فيها متابعة كبيرة للمنتخب لأنه عدد كبير من لعيبة المنتخب موجودين في الأهلي والزمالك أكيد زي ما حضرتك قلت خليني أكد بحضرتك أنه هو الراجل بمجرد في جلسته مع كبت الحزم مالسل بيرتغال وقت توقيع العقود لما عرف أنه فيه نهاية بيجمع بين أهم فرقين مبصر أو كطباء وكورة مصرية فضل أنه هو يكون موجود يعني هو مسافر يوم الجمعة يعني المصر بكرة ومسافر تاني يوم المصر على طول لكنه راجع لبرتغال لكنه هو فضل أنه يكون موجود هنا أنه يحضر المباراة هي كمان مباراة مهمة أولا من حيث طبعا أن دين الكبار وكمان قربا من الجمهور طب سؤال برضو عايزين نعرف مين المساعد المرشح كمدرب يكون معاه المساعد المصري طيب خلينا أكد بحضرتك حاجة في البداية هو الراجل مش هيكون طرف خالص في الاختيار الاختيار هو مثل إتحاد الفرع راجل ما يعرفش مدربين مصريين فالاختيار هيكيب عن صريقي إتحاد الفرع النهاردة أتردك كثيرا اسم الكابتن محمد شوقي أنه هو الأقرب كلينا أكد بحضرتك بعض التواصل أو يعني مع بعض المصادر المسؤولة جوه إتحاد الفرع أن الكابتن محمد شوقي ليس الأقرب بالاستمرار في منصبه لكنه مرشح يعني حتى الآن كابتن محمد شوقي مرشح هل في أسماء تانية مرشحة؟ لكنه ليس الأقرب اتردد الفترة رفاتت اسم الكابتن عدل مستقى لكن وفقا لمعلوماتي أنه هو مش رائب للتواد يعني في القائمة المختصرة اللي هي تجمع عباها على الراجل كابتن حزم يامو كابتن محمد براقات المكلفين بنا لفتر المنتخب الأول ليجهزوا بعض الأسماء اسمها كابتن وائر راتشيتوس كان دخل من ضمن الأسماء المرشحة حبكم معرفته اسم كابتن عبدالستار سبري موجود؟ يعني هل مطروف؟ وفقا لمعلوماتي لا لكن للناس ربطت أن كابتن عبدالستار صبر احترف في برتغال فممكن يكون اسم من ضمن الأسماء لا اتحاد الكرة حابب أن يكون الاسم ده اسم ما اشتغلش قبل كده مع المنتخبات اسم جديد بس كمان بيقال أنه يعني حزم إمام بيدعمه بقوة كابتن عبدالستار صبر يعني؟ آه طبعا آه لأ وفقا لمعلوماتي إنه هو مش اسم من ضمن الأسماء المرشحة اللي كابتن حزم إمام بيدعم تواجد أو استمرار كابتن محمد شوقي لكن فيه رغبة بوة اتحاد الكرة إنه يكون الاسم الجديد المدرب المساعد اسم جديد شاب نص صغير محتاجين لهم يطلعه كوادر الرغبة إنه يكون كابتن محمد شوقي موجود في المنتخب الأوليب يعني الرغبة ده وقت لكن إنت بتؤكد إن فيتوريا ملوش دخل وده اختيارات اتحاد الكرة وهو مش هيعمل انترفيوهات يعني مش هيقعد مع المساعد أو يعمل انترفيوه علشان يتأكد أو يبقى مضطمن إن ده المساعد بتاعه يعني ده مطروك للتحاد الكرة تماما بالضبع لأنه أحدا كلمت مع صدر المرئيس الاتحاد كابتن براكاته كابتن حزم إمام يعني كلمت معهم كلهم بعد المتمر فبأكد بحضرتك تماما إن اختيار المدير المدرب المساعد معه هيكون عن طريق اتحاد الكرة طيب أخيرا يعني أخيرا برضو أحب أعرف منك مين المدير مين مدير الكرة مين اللي هيبقى موجود مدير المنتخب هل كابتن حزم إمام كمرشح أو محمد براكات كابتن محمد براكاته كأعضاء مجلس إدارة في اتحاد الكرة هم هيكونوا مشريفين على المنتخب الأول ولا يستعين منهم هيكون مدير المنتخب لكن الرغبة في التواجد في التواجد مدير المنتخب كابتن حزم إمام رشح الأستاذ محمد خالف مرابا وهو عز مقامل حزم نبي اندي رشح أنه يكون موجود في المنصد ده الرغبة من كابتن حزم إمام إن هو يكون موجود لكن برضو خلال اجتماع مجلس الإدارة المبن هيتم حسم الأمور دي كلها والاستطرار على مدير المنتخب وإيضا كمان الاستطرار على اسم المدير المنتخب طيب يبقى إحنا ما زلنا في انتظار من المرشحين سواء للمساعد والاسم المطروح حتى الآن كابتن محمد شوقي وفي انتظار كمان من مدير الكرة ومدير المنتخب في الانتظار الكلمة الأخيرة تدق الطبولة الآن لكأس الأمم كأس الكأس الأندية غدا الأندية غدا ما بين الأهلي والزمالك توقعات طبعا هي الأكيد المباراة الصعبة الفريقين عندهم غيابات الزمالكا أعلن قيمته منذ صعب قليلا الندي الأهلي المتحفز على إعلان القيمة وفضل عدم إعلان القيمة ومتواجد كل اللعبة الجائمين في المعسكر أكيد مباراة صعبة صعوبة المباراة كمان في مجالة المنافسة على لقب الدوري حتى الآن قائمة فده اللي مخلي الفريقين يعني بيستهدفوا بقوة حظ لقب الدوري لأن لقب الكاس لأن الفريق اللي هيفوز لقب الكاس هيفوز دفع بالفريق المطاعد باللقب غدل اللي هو يواصل منافسيته على لقب الدوري وفي مجال في الوقت الفريق مأثر لقب بكرة يعني المعيبة أكيد بشكل بير ما تتأثر خطاتها بعد 48 ساعة الزمالك عنده مقشو سموحة والأهلي عنده مبرار صعبة قدام فريق الجنة فتنتكلم بكرة مقشو صعبة عن الفريقين وده أكيد عموما نتمنى التوفيق الأهلي أو زمالك أيا كان الكأس حيكون مصري أنا بشكرك جدا النقد رياضي أحمد الهواري وتمنياتنا أيضا لرؤ فيتوريا لمنتخب مصر إن شاء الله نتخطى الحواجز ونشوف رياضة صحة ونشوف تكنيك ونشوف التحاد كرة قوي ونشوف يعني كل حاجة تنظم والأوراق والموعيد والموعيد الدوري على فكرة بالمناسبة موعيد الدوري الأسباني طلعت لقدام سنين يعني كمان سنة يعني المباراة إمتى والسعكام وكده معيد الدوري الإنجليزي نفس الشيء فنفسنا بقى في هذا الاحتراف يعني نبقى عارفين الموعيد مش لسه بنلعب مباراة في آخر السيزن بعد والكاس يدخل في الدوري والدوري يخل في الكاس فنفسنا الحقيقة في هذا التنظيم كله بإذن الله شكرا